الدكتور مصطفى مدبولي الحضور الكرام كل باسمه ولقبه أهلا ومرحبا بكم إنه من دواعي سرورنا أن نرحب بكم جميعا في قافلة صندوق تحيا مصر تحت شعار نتشارك من أجل الإنسانية والمحملة بكافة المساعدات الإغاثية والإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة تنفيذا لتوجهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للوقوف جنبا إلى جنب مع الشعب الفلسطيني الشقيق ومؤذرته في ظل ظروفه العصيبة أيها الحضور الكريم لقد قدمت مصر عبر تاريخها نموذجا حيا للأخوة ولكرم العطاء بلا حدود للقريب والبعيد ولكل محتاج فكانت الوجهة المثلى لاحتضان الجميع دون استثناء اليوم يطلق معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قافلة صندوق تحيا مصر تحت شعار نتشارك من أجل الإنسانية محملة بكل الأجهزة والمستلزمات الطبية وكميات ضخمة من الدعم الغذائي لإغاثة أهل غزة وذلك بحضور اللواء أركان حب أحمد علي رئيس ديوان رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة واللواء هشام أمن وزير التنمية المحلية والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والسيد تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر والدكتور الرامي النظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري والدكتورة صحر نصر المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات المصرية بالإضافة إلى لفيف من الشخصيات العامة ورجال الأعمال والعمل الخيري في مصر القافلة تضمن 198 شاحنة بها أكثر من 2500 طن تحتوي على كافة الاحتياجات الملحة والضرورية وفي مقدمتها القافلة الطبية والتي تمثل أهمية قصوى للقطاع الطبي في قطاع غزة لعلاج عشرات الآلاف من الجرحة والمصابين تحتوي أيضا على الأدوية الضرورية للأمراض المزمنة والمستعصية والأجهزة الطبية وأهمها أجهزة صدمات القلب وفحص الدم والتنفس وأسرة العناية المركزة ومستلزمات الطوارئ فضلا عن سياراتي إسعاف مجهزتان بأحدث الأجهزة والمعدات لإتمام عمليات الإنقاذ للجرحة وتجنب تدهور وضع المرضى أو فقدانهم لحياتهم كما شملت القافلة الإغاثية الشاملة كميات كبيرة من مياه الشرب إلى جانب أطنال من المواد الغذائية الجافة والأطعمة الصالحة للأكل بدون طهي والألبان والعصائر والملابس والأغطية والمنظفات والمولدات الكهربائية وكشفات الإضاءة كما أولى القائمون على قافلة صندوق تحيا مصر اهتماما كبيرا بالأطفاء والنساء خاصة الحوامل منهن وهو ما قدمته القافلة فتضمنت الألبان والأغذية وأدوية الأطفال والرضع وحفظات من مختلف القياسات والأدوية المهمة أثناء الحمل والفوط الصحية للنساء وحفظات كبار السن لتوفير الرعاية على النحو الملائم في ظل الوضع المعيشي المتردي في قطع غزة ويجري ترتيب دخول المساعدات وفقا لمتطلبات الهلال الأحمر الفلسطيني حسب الأولويات والاحتياجات لأهالي القطع حرص الصندوق على تخفيف وطأة المعاناة الإنسانية التي تعرض لها الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة فكان للمتطوعين من الشباب والفتيات عظيم الأثر بدافع تحمل المسئولية وتقديم الخدمة الإنسانية حيث لم يتدخر جهدا في تقديم المساعدة والدعم في هذا الحدث الاستثنائي الذي يتطلب المشاركة من الجميع حيث عملوا بشكل متواصل لإعداد أكبر قافلة مساعدات شاملة بكل الإمدادات من الاحتياجات الأساسية والإنسانية لأهل فلسطين